تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة انتقالاً تنموياً لافتاً يعززه تسارع الأشغال في العديد من المشاريع الكبرى التي غيرت وجه المنطقة مشاريع تروم مواكبة التحول التنموي والاقتصادي الذي تعرفه هذه الأقاليم خاصة مع تزايد الاستثمارات الدولية والمبادرات التي تهدف إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من منفذ بحري وعلى رأس هذه المشاريع ميناء الدخل الأطلسي الذي تتواصل فيه الأشغال على قدم وساق وفق الجدول الزمني المسطر لها يعتبر هذا المشروع الملكي العملاق واحداً من أكبر المشاريع المنجزة في المملكة وواحداً من أدخم مشاريع البنية التحتية في إفريقيا تتجاوز تكلفة إنجازه 12 مليار و600 مليون درهم ومن المنصدر أن يتم تشغيلهما بين سنتي 2027 و2028 وتشير التقديرات إلى أن الميناء سيكون قادراً على تداول حوالي 35 مليون طن من البضائع سنوياً في المرحلة الأولى على أن يرتفع الرقم بحوالي 8 ملايين طن إضافية يشكل ميناء الدخل الأطلسي أهمية استراتيجية كبرى لجهة الدخل واد الذهب وأيضاً لدول غرب إفريقيا فهذا المشروع سيدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية في مجموعة من القطعات كالصيد البحري والزراعة والطاقة والسياحة والصناعات التحويلية كما أنه سيكون بمثابة بوابة بحرية جديدة لإفريقيا على المحيط الأطلسي ترجمة نانسي قنقر